وكان ديوان صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس اللعلى حاكم الشارقة قد نعى المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وفته المنية يوم أمس الاثنين الثامن والعشرين شوال ألف واربعمائة وأربعين هجرية الموافق واحد يوليو الفين وتسعة عشر ميلادية في المملكة المتحدة وفيما يلي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة الذي وفاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة يوم أمس الاثنين الثامن والعشرين شوال ألف واربعمائة وأربعين هجرية الموافق واحد يوليو الفين وتسعة عشر ميلادية ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وأهل الفقيد وذويه وعموم آل القواسم الكرام سائلنا الله القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون وستقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد يوم غد الأربعاء الموافق ثلاث يوليو الفين وتسعة عشر عند تمام الساعة التاسعة صباحا في مسجد الملك فيصل بمدينة الشارقة ثم يوار جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل وتتقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءا من بعد صلاة عصر يوم غد الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الأربعاء إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَّ ترجمة نانسي قنقر